عايز دلوقتي ببساطة ومنتهى الهدوء كده اعرف الطرف اللي في حياتي ده بيحبني بجد ولا لا وعايز ان انا ما عدش بقى احسب حسابات ويعني اوجع في دماغي واندم انا عايز الصورة تبقى واضحة قدامي ببساطة كده ممكن بزكاء ومش محتاجة زكاء ولا حاجة اعمل ايه في اسئلة كده مباشرة وضيرك تمكن اسألها للطرف اللي انا مرتبط بيه في حياتي او اللي انا مرتبطة بيه في حياتي باختصار اذا جاوب بنعم يبقى الشخص ده بيحبني وعايزني بجد وشاريني واذا جاوب بلا يبقى العكس بيلعب بيلعب بيه وكده بيكون الصورة واضحة قوي قدامنا وواضحة قوي والقرار في الاخر بيبقى ليكي تمام طيب سريعا كده خلوني ارحب بكم قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا اللي مش هيكون طويل وهيكون بسيط ودو اللي مشتركش في القناة انه هو يشترك وويه الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب به وانا عارف في ناس هتقول انت حلقة مشتة وحلقة مصيف والله انا على حسب الجو يعني لو لقيت نفسي ساقعا بل بستيل حران بصيف انا كده يلا من انبتدي اول حاجة لما اسأله هنرتبط ارتباط رسمي امتى مفيش تحديد موعد يعني مفيش معاد ثابت يعني لما نيجي نتكلم في النقطة دي لما ارجع من السوسرة واما خلص اشغالي في فرنسا واصل انا مش عارف هجوز اختي اصلي والدتي مش عارف دخلة فين اصلي في مشروع تلاقي في حوارات يعني حوارات زيادة عن اللزوم حوارات وتوهان في العلاقة بمعنى انا لو سألتك دلوقتي كبنت يعني مثلا هتتخض بامتى وهتتجوز امتى فما تعرفش ترد علي منتش واقفة على ارض سابتة معك لان هو لو بيحبك بجد هو اول حاجة محددها ومخططها في مستقبله هو ارتباطك جد بك لانه بيتمنى من دنيته كلها اليوم ده فمعنى ان انت تسأليه ما يدكيش عقاد نافع يعني ما يدكيش معاد واضح اكبر دليل اكبر دليل ان هو مش جد والعكس صحيح تاني نقطة ودي تنفع للطرفين بقى يعني انت لو شاب وعايز تعرف البنت اللي معاك دي جد في علاقتها معاك وانت لو بنته وعايزة تعرف الشاب ده جد وده فممكن بالسؤال ده يوضح لو انت سألت او طلبت من الطرف التاني اللي انت مرتبط بيه انك تقرب من اهله انه يعرفك على اهله تحس انه مش حابب يعني يتحجج يتهرب انت بتحس بشكل مباشر او غير مباشر انه هو مش عايز يقحمك او يخلي فيه تعارف بينك وبين الاهل كاينك حاجة شزة كده او غير مشرفة ما ينفعش تقرب من العيلة المجيدة يعني بالنسبة له فلسفته كده لانه مش ناوي معاك على خير في النهاية ودي علامة قوية خلوني اقول من وجهة نظري تعتبر من اقوى العلامات ومن اقوى الاجابات او من اقوى الاسئلة اللي ببساطة ممكن انا اختبر بها اللي انا مرتبط به رجل او امرأة يعني الكلام لك انت كشاب حتى او كأنس اسألي السؤال ده يعني اعرفني على مامتك اختك طيب حد من العيلة طيب باباك طيب اعرفك انا خلي بالك بقى اعرفك انا على حد من عيلتي هتلاقيه برضو يرفض يعني هو لا حابب يقربك من اهله ولا حابب هو يقرب ويتعرف على اهلك ودي علامة قوية او يلازم انا دايما بركز في الحلقات دي لان حياتنا غالية واسنين عمرنا اللي ما نعرفش عددها غالية فما نضيعهاش مع حد بيلعب بنا وبيضحك علينا السؤال اللي بعد كده اللي لو جاوب بنعم يبقى الشخص ده جاد ولو جاوب بلا يبقى اكيد الشخص ده بيلعب ودي هتكون للبنت يعني دي هتكون للبنت وخليني اقولك ان اجابة السؤال ده مقترنة دايما بالحب الجد والنية الجدة معك وهي موضوع اللبس يعني لما انت تاخد رأيه في لبس ديق او عريان تفاهمه البسي فيش مشكلة وممكن كمان يتباهى بيك عادي يعني انتو لو خرجين او فيما عاد بينكم وهتلبسي لبس عادي ومش فرق معاه مين هيبص عليك مين لان هو ما بيعتبر كيش يعني حاجة غالية او عنده او حاجة مهمة او عند والعكس لو يتحمى او ويعمل حريقة لو حس ان انت هتلبسي لبسي داية او لبسي مثلا عريان او ايا كان انا اقطر يعني مثلا ممكن انت كبنت تعمله تست صغير كده وانت بتكلمي ايه رأيك انا مثلا رايحة لوحدة صحبتي او خرجة او رايحة المدرسة او الجامعة ويه هلبس لبسي معين بس داية شوية ومسلا هبين حاجة او هكون لبسة داية شو في رد فعله البسي بانت يعني وهو ممكن كمان يحاول انه هو اصل في بعض الشباب النهاردة بتتزاكى فيحاول انه هو يعمل انه غيران عليك يقولك ما بلاش تداية دا كله كلام فاضي ان ما تعصبش وتحرق دمه ويعلى صوته وانفعل عليك ما يبقاش بيحبك بجد لو بيحب بدء استحال هيرتاح لو انت قررت ان انت تعملي حاجة زي كده الا لما يوقفك عنها خلي بالك انا دلوقت ببساطة عشان ما وهمش نفسي ومعيش في الوهم وماجيش بعد كده اقول يا ريت اللي جرى مكان اقدر بمنتهى البساطة احكم على الطرف اللي معاي بيحبني بجده هوت من البداية ولا لا ولا بيلعب ولا مصلحة ولا عايز مني يعني وقت ممتع وخلاص ولا بيتسلى ولا والاقدر بمنتهى البساطة بتلت اسئلة عشان في بعض الناس ممكن يعني ما تقتنعش لو سؤال واحد لا احنا معنا ثلاثة اسئلة النهار ممكن وانا بتكلم مكالمة سواء شاتنج او موبايل فنص الكلام لو انا بنوتا مش زكية اوي فهم عادي ما عنديش مشكلة اقدر ادخلهم اوزعهم كده على صياق الحوار واطلع بالنتيجة بيني وبين نفسي والقرار في الاخر يكون لي رجاء دوسوا لايك لو شايفين الحلقة دي مفيدة ممكن تساعد كتير اوي من اصدقائنا اللي بيشتكوا من عدم وصول الاشعارات وشيروا على قد ما تقدروا خليكم جزء من الخير ومن السواب ومن يعني ان احنا ننور حد ممكن يكون الطريق مضلم قدامه مش عارف ازاي يمشي واكتبولي اراكم في الحلقة دي لاني بكون سعيد جدا وانا بقراها وقناتنا التانية اسأل محمد وعيلته الحل لكل المشاكل يعني اللي يحب ان هو يبعث للانستجرام والفيسبوك ورابط القناة دي كمان في وصف الفيديو اول تعليق ياريت تشرفوني بالانضمام لها تشتركوا وتنضموا احنا عائلة واحدة وانا اتمنى انتوا تكونوا معايا في اي مكان انا متواجد فيه والى اللقاء